في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الأسقام والصحبة سر سعادتنا والعمل الصالح ربراس يزهو في نور الإسلام يزهو في نور الإسلام مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم زائر الرحمة زائر الرحمة في رمضان في عدد من القرى والكفور والعزب والنقوع يتجول كل يوم في مكان ليظهر لحضراتكم الواقع الواقع الذي يخفل عنه الكثير من الناس بيننا فقراء ومحتاجين مرضى يتامى مساكين بيننا عاملين يكدحون ليلة نهار لماذا؟ لأجل لقمة العيش وحتى الآن هناك الكثير من الناس لا يمتلك دورة مياه في بيته تخيلوا؟ كثير من الناس دخلنا عليهم لا يمتلكون دورة مياه في بيته تدخل البيت زي ما شفتوا في الحلقات الماضية وزي ما شوفوا في الحلقات القادمة تدخل البيت مجرد ما تدخل تلاقي الحمام في قلب الصالة وتلاقي المطبق في قلب الصالة وأطل النوم في قلب الصالة لأنه لا يوجد إلا مكان واحد فقط يعيشون فيه ينامون فيه يطبخون فيه حتى يدخلون الحمام لقضاء حاجتهم فيه هل هذه حياة آدمية ترضون عنها؟ مشاهدين الكرام أرجو من هذه الحلقات أن يكون الوازع الوحيد الذي نقدمه لحضراتكم أن يزور كل واحد فينا أقرب فقير محتاج أن يزور كل واحد فينا أقرب مريض إلى بيته أن يزور كل واحد فينا أقرب ملجأ أيتام ممكن يذهب إليه ويزوره وأطفاله حتى يدخل الفرحة ويرسم البسمة على شفاه كثير من المحرومين منها مشاهدين كونوا معنا في هذه الحلقة لتروا معنا ما نعرض لكم شكرا لكم يزور في نور الإسلام مشاهدين الكرام أعودناكم أن في كل حلقة معنا زيارة وكل زيارة معنا ليه حكاية هذه الحلقات لأجل أمر واحد فقط عارفيني هو؟ ليرسخ في نفسي وفيكم معنا الحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة والعافية الحمد لله على نعمة الرزق الحمد لله على نعمة الأولاد الحمد لله الذي سترنا الحمد لله رب العالمين إحنا أحسن بكثير من غيرنا الحمد لله أهلا ومرحباً ومعنا نهاردة الحاجة إخلاص إزاي؟ الحمد لله زيك منور الدنيا كلها الله ينور عليك أخبارك إيه؟ الحمد لله يا باب طمميني كلا وطمميني مشاهدين على صحتك الحمد لله الحمد لله آه صحة الحمد لله يا باب الحمد لله يا باب إيه أحسن من الصحة؟ فاكرة رمضان زمان يعني من خمسين ستين سنة كده يختلف إيه عن الوقتي؟ لا رمضان ده كان في نعمة إنما الحمد لله كان في نعمة زي يحكينا كده يعني كان رمضان زمان من خمسين ستين سنة كنتم بتشوفه في إيه عن الوقتي؟ بنشوف كل حاجة كانت واجنات في بلده واني لوحدي هين لوحدي واجنات دي بنتك؟ آه بنت كبيرة لأنت عارف وهي ربنا يصلح حالهم بقى طلق هي واجت معايا هنا دي قضت التانية دي قضت اللهم السعر بقى فيها حبيت ترمس آه وبت بيها ترمس على البيوت كل يوم؟ آه كلها كل يوم لا ملقمت؟ أما بتبلي وتاني يوم تسلق وتاني يوم تبيه قولي لي حاجة إخلاص وصحنا ليه حاسيني الوقتي ما بقاش فيه ناس بتسأل على بعض زي زمان؟ لا زمانك هاتي الناس بتسأل عن بعض مش كده؟ صحيح وصحيح بسأل ونعم الوقتي يقول لك آه ودي لحبة الغلة دال لأمو محمود إخلاح آه يوم ويجبوهم تقول لك آه اللي لواجنات أو أي حد راح هناك بس ما عادش حد يسأل على حد؟ ما حدش بيودوه جمعي حتى النهاردة العيال ما عادوش بيسألوا عن أمهاتهم؟ بيودوهم جمعي اه ليه حاجة؟ ليه الناس كانوا زمان بيحبوا بعض كده وبيروحوا لبعض والوقتي الناس انشغلوا عن بعض؟ والله تلاتة بالله وحق جلال الله عبد مبارح كان جاي بسمك وقال بعتلي واجنات تاخد سمك تاني يعني كبير كده بتشويه مراته وتبعتلي واحده واجنات واحدة واجنات مرضاتش تروح تجيب بتاعته بعتت قالتلي روح انت قلتلي يا بنتي ما بقدرش امش حقتب وانا ماشي لا طبق ما بقدرش امش تعالي ودينا ما با وديش قلت والله ما انا عايز حاجة وحلفت مانه واخده وما روحتيش وما روحتيش والله مستعد الحمد لله زمان كان كل بيتي حاجة اخلاص كنا بيلاقي في الفراخ والبط والخير الوقتي ما عادش؟ ما عادش ليه كده؟ انا عارفة احبت اه شبه شيء. مم. وبيعه. ومعات. ومعات. بس ايام ما مش احلى برضو الواحد يبقى عادش في البيت كان الخير حواليه. جنبه البط والفراخ. مش كده? الارانب وناس. اه ما تفكر مش بالارانب وستة كندي. كان هناك خزاني. طبعا. وعهد الله بقت تولد بالعشرة. ما شاء الله. والله. الارانب بيقولو دكتير. بيقولو دكتير. اه. تقوم هي تفرق بقى الله يرحمك. يا رب. الله يرحمك يا امه. اللهم امين. تتباح وتجيب لي بالحلة الكبيرة. بتاع الغسيل. كمان. وتجيب لي الرزو. يما جدك ايه بط. جدك عبد المولي. ايه. بكرو? هو جوزك? اه ابوي. اه. اه. اخلاص عبد المولى اسمعي. صحيح. 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 جدك ما انتش عارفه. هفتكروا منين يا حاج? هفتكروا منين ده انا فاكر نفسي بالعافية النهاردة. الله مستحيل. يصلح لك. وحلعيالك. يا رب الله. يا رب. بقولي لي حاجة كده كنت زمان ستات كانوا زمان دايما بقولوا عنهم. ان تخسل وتمسح وتطبخ وتكنس وتعمل كل حاجة وصحيتها حلو. الوقت يا بناتي اللي بين دول. اه. عادي يخسلوا الغسلة غسلة واحدة وتقعد نايمة طول اليوم. مش كده? نايمة. ايه الاختلاف بقى يا حاج? كان فيجو صحة زمان عن الوقت. فينا صحة. مم. الابناتي اللي بين دهوا بقى متعودين على الغسلة الاوتوماتيك. فاكره زمان والطشت والغسيل. والطشت ونقعد. على ايدي. على ايدي. مش هنضف برضو. اي الله. الله مستعى. انا ما معدتش لا بخسل ولا بعمل. الله يديك الصح والعافية. قولي. يا ريلا علي ادي لي واجنات. تخسله. تخسله. ربنا يخليليك واجنات والله. الله مستعى. ووليلي بقى يا حاجة انت اليومين دول مين بيصرف عليك كده وانت قاعدة لوحدك في البيت. والله تلاتة بالله واجنات اللي بتصح. واجنات. بتبيع ترمس وتصرف عليك. بتبيع ترمس وتصرف عليك. بتصفيلها يومية قد ايه حاجة يا خلاص? لا يومية لا بحب بترو ايدي. ايش وقت ترمس بتبيعهم كل يوم بتطلع منهم بحسنة قد ايه? بحسنة بتبيع العيار ان كان فلوس تدي لهم بالارطيس. وان كان كده هي ماشي. ربنا يعينها. بكافيكوا بقى الفلوس بتجي من ترمس اكل وشرب وغسيل ودوى. ان جات لي الحقيقة ما بتحكافيش. ما بتكافيش خالص? اه. يعني النهار دي. والدوى غالي. والدوى. اه. علانة تلاتة. مية وتلاتين ولا هو مية وآه? للصيدلية? للصيدلية. بتبط ليه وتروح توديه يقولوا له عليك كذا. تقول له ايده. ايده. للشهر التالي. حتى الدوى بنجيبه بالخارج لاني مش قادرين ندفعه. اه الجماعة دو كم? اه. اه. جماعة اسمه ايه? مش مهم. المهم اللي ميجيبه بالخارج. اه بالخارج اه. ربنا يا رب يشفيك ويعفيك رب العالمين. نفسك في ايه حاجة اخلاص? والله نفسك. اه. قلي ربنا. قولي قولي. قولي كلا المشاهدين نفسك في ايه? تتمني ايه كده? ايه اللي انت عيزان من ربنا? ان ربنا يشفيني وامسي على رجليه. وامسي على رجليه واروح الضردكة بتاعي ولادي. وزوريهم. وزورهم. فاكرة بقى قولي لي بقى فاكرة انت فاكرة عندك كم سنة الاول ومش فاكرة? اه لا ما نش فاكرة بس البطاعة معاي. بتصلي? اه ما لا. بتحافزي على الصوات الخمس? اه. بتصلي مطرحك? لا ايه وانا يقعد. اه. مين بيوضيك? اه امرار. اقلع. ولما اصدد انت ولادي برضو اقلع البنبض. ربنا يشفيك ويعفيك. اه. واخش على الحمام الشطف. وتوضم الحنفية في الحمام. وتوضى وارفق. ان شاء الله هتبقى عالوة. هتبقى صحيحاتك احسن كده كتير. طول ما انت قريبة من ربنا كده وفي هذه الحالة اه ما بتنسيش الصوات الخمس ان شاء الله عز وجل ربنا هيشفيك ويعفيك يا رب العالمين. يزو في نور الاسلام. الحاجة اخلاص بتتمنى ان ربنا يشفيها. بتتمنى انها ترجع تمشي على رجليها وتلف في البلد زي ما كان بتمشي كل كل يوم ايام كانت كويسة. الحاجة اخلاص كل اللي طلبان من ربنا ان ربنا يشفيها. كم واحد فينا الوقت مشاعر رجلي. كم واحد فينا صحته كويسة ويعصي لها عز وجل عيانا بيانا جهارا نهارا. كم واحد فينا مش مستشعر نعمة الصحة والعافية. هنستشعرها امتى? في ناس كتيرين بتستشعرش الصحة الى اذا فقدت منها. لكن هل هي نستنى لحد ما الصحة تروح مننا? ولا ممكن لما نشوف حالية قدامنا وتصعب علينا نعرف ان الصحة لها قيمة. ونعرف ان الصحة لابد ان استغلها في طاعة الله عز وجل. مش كده يا حاجة? اوي. اوي والله. اوي والله ربنا يكرمكم. يا رب يكرمكم يا رب. انا عايز يقى مزاجك حلو. مزاج حلو. وما نشوفتك انت وهو. الله يكرمك. انا عايز يقى مزاجك حلو كده وعايز ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيكي. وترجع كده زي زمان وتمشي وتلف الدنيا كلها. اه. ما نشكتبها جيلكم. ساعت ماشي ان الجرس تقولوا تعالي. صحية. كانت اه. يا رب يشفيك ويعافيك. قوليلي بقى حاجة. بتروحي روحت الكعبة قبل كده? لا. انا. ما زورتش ما روحتش مكة? لا. ما نفسكيش تروحي وامرة? نفسي. نفسي. اه كان عبدو بقول يدرين علي يا يما ان ربنا شفاني. عبد المولي. اي. ان ربنا شفاني حناخدك ونروح نزوه. عمر. نفسك. نفسي. تزوري النبي. ما ادارش. ما ادارش. الصحة ما تسمحش. ما تسمحش. الله ربنا هيشفيكو هتبقى عالي ان شاء الله. مش عادة تبقى شيء الهم وان شاء الله ان شاء الله هنرجع للمرة رجاء كده للاقيك احسن من الاول كتير. يا رب. وليلي حاجة كده انت بعيش هنا مع بنتك وكلتي لوحدكو صح? الاتنان. بتاكلوا وتشربوا مع بعض. اه. اه. وانا فقطي تسا اه تجيب الصانية. اه. تحط عليها الصحنان. صحنة غموس اي غموس. اه. وصحنة لقمة رزة سقطة طعيلة. الدكتور حسن بقول له ما تأكلوا هاش رز كتير. عشان صحتك. عشان السكر. اه. وربنا. وتخدي دواء السكر محافظة عليه? اه. تكوني بتنسي? لا. زا. والمي. اه. اه. الحونة بتاع المية انبوبت المية هي. اه. لسا. ربنا ايش فيك وعاكم. يا رب. احنا وانت يا رب. فذكي من كل سوق يا رب العالمين. احنا نهاردة جينا في برنامجنا زائر الرحمة عشان نتطمن عليك. وعشان نطمن مشاهدين عليك كمان. بنا يسلح لكم. يا رب الله. بتشوفي قناتها الرحمة وبشوفيهاش. ما لا. اه. شوفيني عليها? اه. لا. انا شفتك اول امبارح. عندي عيلة عبد المولى. عيلة عبد المولى برضو. اه. المشاهدين كلهم عرفوا عيلة عبد المولى. اه. ربنا ايش فيك وعا فيك يا حاجة. وانت من ورائنا كده بمشاهدينك لخنات الرحمة. واحنا سعادية جدا بيك. وسعادية جدا بحبايبنا المشاهدين. ونتمنى ان شاء الله نتمنى يا رب العالمين. نيجي المرة جاية. هلاقيكي ماشي على لك اللي بتلف الدنيا كله. يا رب. مش كتير على ربنا. لا والنبي ما يكتير على ربنا. طب الراكن البرنامج يا جاي النهاردة. عشان انديك الهدية الجميلة دي. واتمنى انت تقيب عليها مننا. وان شاء الله ان شاء الله بنا يباركلك فيهم. ما ننسيش بقى تحسبي الصيدلية وشوفي كل اللي انت عايزها. الله يتبر خطيركم. الله يتبر خطيركم. شوفوا درائم. درائم. ربنا هيشويكي. وزيب عال ان شاء الله. رب انا كنت كده يا باكر. لا ابدا. انا كنت كده. كنت احسن من كده. بس نعايزك تبقى راضية. راضية الحمد لله. عشان ربنا كده هيشفيك ويعافيكي. الحمد لك يا رب. ونصلي كده ونحن نفظ على الصلاة. وتعودي كده بين ربنا تعوى تدعيله. تتذللي لله عز وجل وان شاء الله ربنا هيشفيكي. وبسمع الاخبار بتاع اسمه ايه? بتشوف الاخبار في التلفزيون وبالتابعي. انا بقى شوف تلفزيون عنده. اه. بتصهر. الله مستهد. انا وتلف في اللحاف وهنا يدنيني. ايه رائك عشان وقت حلقتنا خلص? انا هاعد معك بعد الحلقة نوع نحكي للصبح. اه. بس نقفل الحلقة دي. الله يصلح لك. شكرا انجزين حاجة اخلاص. يا رب. بسلام. امنا. اولي لا اله الى الله. اولي لا اله الى الله. لا نحلف الا بالله عز وجل. مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء. لا يستعوني الى ان اتوجه لكم جميعا بخلص الشكر والتقدير. سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يشفي كل مرض مسلم. ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. وفي هذه الحلقة مشاهدين الكرام رسالة انقلوها لحضراتكم رأيتموها بانفسكم. يجب ان نشكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعفية. نشكر الله على نعمة الرزق. نشكر الله على نعمة الاولاد. لا بد ان نتذكر امثال هؤلاء الافاضل والفضليات في شهر رمضان. في شهر الرحمة. في شهر المغفرة. في شهر العتق من النار. لا بد ان نتذكرهم. لا بد ان نذهب الى كل فقير مسلم بجوارنا او حتى بعيد عننا. لا بد ان نسأع عن المرضى المحتاجين في المستشفيات. هناك ناس في المستشفيات نيمين في الطرقات. لا يوجد لهم حتى سرير ينامون عليه مشاهدين هذه الحلقات الوازع الوحيد الذي نود أن نقدمه لحضراتكم ألا تنسوا الفقراء من زياراتكم ألا تنسوا الفقراء من عطاءاتكم نحن في شهر الرحمة في شهر الخير فلا تنسونا شكرا جزيلا لكم ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة غد لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الأسقام والصحبة سر سعادتنا والعمل الصالح ربراس يزو في نور الإسلام يزو في نور الإسلام